السلام عليكم ما بتحلى ليالي الشتاء إلا بكاسة من المشروب الشتوي الشهير السحلب وعليها رشة من الإرفة وشوية مكسرات بتعطينا طاقة ودفع هنعمل اليوم بالنشأ بطريقة سهلة ومكونات بسيطة متوفرة عند الجميع لكن قبل ما نبدأ بالأول رح نحضر المنكهات اللي بنزين فيها كاسة السحلب كل شخص بحط الأشياء اللي بحبها فينا نزين ونضيف المكسرات بأنواعها وعلى حسب المتوفر والموجود أنا اليوم هستعمل الفستو السوداني لمحمص بيعطينا النكهة المميزة للسحلب اللي تعودنا عليها لكن بالأول بحطه بكيس نايلون وبدقه حتى يتكسر وينجرش إشي بسيط ما بدنا يصير ناعم بعدين برجع بضيفه بالصحن وبضيف عليه جوز هند مبشور والكمية على حسب ما بتحبه طعمهم وإرفة وكمان حضيف زبيب بيعطي طعم لذيذ خلطتهم كلهم مع بعض وإنتوا فيكم تضيفوا سكر لكن طالما السحلب عليه سكر ما في داعي أحط هنا كمان أنا عملت كمية كتيرة رح أخذ منها على قد الكسات اليوم والباقي حطيته بمرتبان وبحتفظ به بالتلاجة أو بالفريزر لوقت ما نستعمله للصحلب يوم تاني هاي التحضيرات بتريحنا وبتسهل علينا والعمل الصحلب بنحتاج للحليب لو متوفر السائل الطازج أو اللي بكراتين تمام وفينا نعمله من الميا والحليب البودرة عند لتر ميا بيطلع أربع أكواب وحنحتاج للحليب البودرة والنشا والسكر وفانيلا بودرة تقريبا معلقة كبيرة ولو متوفر الفانيلا السائلة هنا بتيجي لونها أبيض مش بني كتير طيبة ونكهتها ظاهرة ومميزة بالأكل وكم ديريس ميستيكا تقريبا تلت معلقة صغيرة بنتحنهم مع رشة سكر بصندوق الوصف حتلاقوا المقادير بعيار المعلقة وكمان لو حبيته بعيار الكوب حتلاقوها مكتوبة على البارد بتنجرة أو كسرولة بضيف الميا قلنا الميا لتر يعني أربع أكواب كل كوب بيحتاج معلقة ونص كبار من الحليب البودرة إذن حضيف لليتر الميا 6 معالق كبار مليانين بحرك الحليب مع الميا حضيف النشا كل كوب حليب بيحتاج معلقة كبيرة يعني بدنا أربع معالق وكمان حضيف السكر برضو كل كوب بيحتاج معلقة كبيرة سكر لكن مش مليانة على الآخر برضو بدنا أربع معالق بحرك النشا والسكر مع الحليب يعني للسحلب كل كوب حليب بيحتاج معلقة نشا ومعلقة سكر وسماكة السحلب وحلاوته بتعتمد قديش أنتوا بتحطوا المعلقة مليانة ولا ممسوحة وبضيف البانيلا والميستيكا بعد ما طحنتها مع السكر ممكن بكيس نايلون تدقوهم مع بعض أو بمطحنة الخلاط رح أحرك كل المكونات على البارد قبل ما أحطهم على النار وهي نقطة مهمة لأنه النشا ممكن يتكتل ويجمد ويصير قطع لو ما دوبناه قبل ما نحطه على النار مقدار السكر هنا معتدل ومناسب أنتوا على حسب ما بتحبوا ممكن اتزودوا أو تخففوا شوية بعد ما دابت كل المكونات بنحط الطنجرة على الغاز وبنشاغل النار وهينا مطلوب مننا نحرك بشكل مستمر لحد ما يبدأ يجمد قوام السحلب ضروري ما نترك التحريك ما حياخد وقت كتير منه وبنخلي النار بين المتوسطة والهادية شايفين كيف بدأ القوام يجمد مقدار النشا اللي حطناه بالنسبة إليه مناسب وحتشوفوا بالآخر كيف القوام النشا كمان أنواع بدنا ننتبه فيه أنواع بتجمد منيح وفيه لا لو بتحبوا يكون أجمد من هيك بشوية لما تحطوا معلقة النشا ملوها منيح وهنا بدأ السحلب يغلي ويتسبك بنطفع عليه ما بنخليه يغلي أكتر من هيك وهذا هو القوام المناسب مش عايزين يصير جامد قريب للمهلبية قوام السحلب بيكون أخف بكتير اسمه مشروب السحلب الساخن بنصبه بالكسات المقدار اللي عملته اليوم بيعمل خمس كسات من هذا الحجم وبنزينه بالخلطة اللي جهزناها وبنقدمه ساخن لكن للأسف كترته بتزيد الوزن وخاصة لو تناولناه بوقت متأخر بالليل لو زاد عنا شوية منه بنحطه بعلبة مغلقة بالتلاجة ووقت ما بدنا نستعمله بنرجع انسخنه على النار مع إضافة شوية مية وبالهنة والعافية وموعدنا إن شاء الله في فيديو جديد والسلام عليكم